بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نرجو من السيدة والسيدات المسافرين والقصيدين رمضان التواجه إلى بوابة الإيمان وربط أحزمتهم والاستعداد لرمضان المعظم شهر القرآن وترك كل ما من شأنه أن يؤدي بهم إلى النسيان نسيان شنوه؟ نسيان المعنى الحقيقي والمغزى الحقيقي من شهر رمضان الذي تنزل فيه القرآن وترك كل ما من شأنه أن يلهيهم عن هذا الهدف الأسمى والأعلى خلينا ندخل في صورة الموضوع سيدي كل عام وانتم حيين بألف خيد مناسبة شهر رمضان المعظم الذي تنزل فيه القرآن هدى للناس هذا القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين إذن أخي المستمع أختي المستمعة لك شنوي ولك ألماني ولك فرنساوي ولا أخبج لداشي عزيز وغالي باش تقول لي راني مفهمتش القرآن الكريم الذي صيغة بلسان عربي مبين كما قن إذن هذا القرآن الذي تنزل في هذا الشهر الذي استفاه الله تعالى من بقية الأشهر إن الله تعالى استفى من الأزمينة أزمنة من الزمان فما أزمنة خاصة خصها الله تعالى بقدوسية وميزة يعني مختلفة تماما خلتها ترتقي وتتميز عن بقية الأزمنة وكذلك الأماكن ميز مكة المكرمة والمدينة والقدس الشريف إن شاء الله ربي يفرش كرب أخوتنا في فلسطين ويحرر المسجد الأقصى من براثين المجرمين وميزة أناسا كما ميزة النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم تنزل في زمان خلاف الأزمنة الأخرى فيه ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة وتوروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللي هي ليلة القدر فسنأتي في أحد العصاص على معنى ليلة القدر وسيقات القرآن التي تتحدث عن تميز هذه ليلة المباركة القرآن الكريم دزل من اللوحة المحفوظ إلى السماء ثم نزل منجما معناها مقسم كثير من الناس يعرف من رمضان المعظم تاجين بريك الدانوني شربة لسان عصفور شربة شعير وتبدأ كالعادات الزائفة اللي تخلينا نجعلهم من رمضان فولكلور وبروتوكول وعادات وتقاليد بائدة إذا كانت تعادات والتقاليد فيها تعظيم لشعيرة من شعائر الله تعالى أن الإنسان يتزين ويتهيأ ويوعد نفسه للشهر العظيم الزائفة بها فإن إما هي ولكن إذا الأمر يصبح مقتصر فقط على شربة بريك ولا شربة فريك ولا شربة لسان عصفور وتبدأ يعني يتميز شهر رمضان بالنوم والخمول والكسل والمشاكل والعارك يقول لك حشيشة رمضان ما من أجل هذا جوء إلى شهر رمضان شهر رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهر الجهاد وشهر العبادة وشهر العمل والبذل إذن هذه فرصة عظيمة وعظيمة جدا لنتصالح مع الله كيف لا تتصالح مع الله أخي الكريم أختي الكريمة وتشن حرب ضد الله بالمعاصي نعمه علينا نازلاء ومعاصينا إليه صاعدة وهو يحبك علاش ما تبادلش ربي نفس الحب اللي هو يتوجه به ليك الله يحبه عبادة وذكر ذلك في أحاديث كثيرة ويكفي عنوانا حبا لله لنا هو أن يحملي أنعم بها علينا رغم المعاصيمة وصبروا علينا وستروا علينا أنت تعرف اللي فما برشا من الناس ربي ينبق عليهم الستر كي ربي ينبق عليك الستر ومنعم عليك بالبصر والسمع وقالك ليه مصحة تلبد النباس وحتى كان عندك أمراض خير من غيرك أخي الكريم أختي الكريم وكان عندك ضيق في الرزق رك خير من غيرك كيف كيف ولذلك هالفرصة العظيمة هذه التي إذا جاءت وخرجت وإنت لم يغفر لك تغفر لك ذنوبك تعسى أن بعيد الشر عليك يعني الإنسان كما خبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجيه رمضان وربي ما يغفر لوجه ذنوبه فهالفرصة المباركة هذه ويضيع الزمان المتميز على الأزمين الأخرى ولا يتصالح مع القرآن فتعسى العبد تعسى ما يفعله الشيطان يدخلك من المداخلة عديدة ياما يدخلك بالنوم ياما يدخلك بالأسطورة والوهمة من تحشيشة رمضان اللي بيسة بابا شبيك هبلت معنا في رمضان خليط عقلك في الفرجدير ما تعمل عقلك على الدواب وتحاول تصبر وتحت سبلانو الإنسان إذا فهم المغزى الحقيقي والمعنى الحقيقي من شهر رمضان ومن الصيان سيكون له وقعا وحماية ودعما لنفسية باقي سيتسائل كثيرون يقول لك أنا هاني مريض بالعصى هاني عندي ديبريسيون هاني متقلق هاني عندي ضيق يا أخي وتنسى أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب ورهو من بين أسماء القرآن الكريم هو الذكر الحكيم فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى لا تحتاج لا باش تمشي لابسيكولوج لابسيكياتر قاسة من بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق من قار الله عز وجل خالق الأكوان خالق الأنفس وكل شيء في هذا العالم تحت إمراته وبتصرفه عز وجل إذن تصالح مع القرآن ونختم بتبيان جملة الحلقات معناها والهدف منها وعنوال هي تأملات قرآنية هالتأملات القرآنية هذه باش تغوصوا بناه في بحار وأنوار القرآن الكريم تبيننا معاني جديدة أحنا غفلين عليها تماما ما نشو أهمينها كما قال المفكر الإسلامي الدكتور غفران الحسين مفكر تونس يذي أنصح بالقراءة إله والاستماع إله يقول قراءة الغفلة فمزوز أنواع نوع الأولاني الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورة ما عنده حتى علاقة بكتاب الله لا إذا إيماد عم عباس ولا خاتي نجير يحطوا القرآن الكريم عبد البسط عبد الصمد يهبطوا محيارة كربع ساعة كمات سيدفلوهم شيء حتى أصلا ولاد في عداتنا يقول لك حتى القرآن مات لهم حد لا يزم يحطوا الفنان الشعبي الفلاني ولا الفنانة الفولانية وقتا باش نعرف اللي هما أفرحوا مسارات لا يا حبيبي القرآن لم يجعل للأموات القرآن الكريم جوعي لليل أحياة يا حبيبي أنك أنت تتماعن في كتاب الله تعالى رب يقول في أكثر من موضع فلا يتدبرون القرآن إذن المحاور المواضيع اللي باش نحكيه فيها في حساتنا دي على صفحتنا الواقع التونسي هو باش تتحدث بالأساس عن القرآن الكريم لتفسر معينه وتبينه باش تفتحن أفاق جديدة ونظرة جديدة إلى المعاني التي يجب أن نفهمها حتى لا يصدق فينا قول الله تعالى أم على قلوب أقفلها ذكرنا الله ودعانا إلى أن نتدبر في كتابه ونتفكر نزل بلسان عربي مبين قلتم استمعتم إليه إن شاء الله اتبعونا وتشاركوا في هذا الأجر لتعميم الفائدة على الناس فعوض أنك رمضان تقذي في تصفح فالخلو يمتعك فيما حرمه الله فتخلى لقدر الله حياتك ولذلك استعمل هالآلة العجبة ذي الخلو يمتعك في طاعة الله تعالى علق كلمة من هنا أو هناك سواء يقولوا لعبد الله أو يقولوا أحد دعاة الآخرين الذين نحسبهم على خير وهم على علم ومن قوسين حتى أختماء الحصة الأولى اللي هي مقدمة لحصص كثيرة خلال شهر رمضان هو أن المتحدث إليكم ليس قدوة لكم ولا حامل علم لا دنيا اللي هو الدين والدني لا هو عبد ضعيف فقير سخره الله حبا لكم لأنه إذا أحب الله عبده سخر له من يذكره في الدين فالله تعالى سخر العبد الضعيف ذايا ليذكركم بما تعلمونه وينير دربكم بآيات من كتاب الله تعالى ليبين مغزاها ومعنى حتى لا يكون القرآن غير متجاوز اللي حار جيرنا فالبعض في شهر رمضان المهمة متاعه هو السباق والتسابق وقتاش يكمل الصفحة الأولى والثانية والثارثة ويختم ليه لتسبعة وعشرين هذا جيد ومطلوب ولكن كما قلت هي قراءة الغفلة فما أشنع منهم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورة نسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق وأن الرحلة دي نخرج منها غانمين سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة